السلام عليكم يا احلى متباين في الدنيا رب تكونوا خير النهار ده هنعمل فنوس رمضان بطريقة سهلة جدا كل اللي احتاجه لنباليد هعمل فيها فتحة من تحت وحدة اضاءة او وحدة صوت زي ما انتم حابين والجزء ده من ازازة شويبس والجزء الاخير معايا هو التزيين سواء خيش او اللي هو التول ده اول حاجة هحتاجها خالص ان اجيب كتعة من الخيش علشان ازين الجزء اللي فوق دوت بطريقة سهلة كده من غير اي تعايدات خالص بحيث ان انا اداري الشكل اللي هو موجود في الاول من اللمبة وفي نفس الوقت طبعا الخيش بيبقى شكله حلو جدا في التزيين بعد كده جبت قطعتين رفيعين كده بالطول هبدأ اعمل العليقة اللي هي هيتمسك منها الفنوس هسبت العليقة لوحدها الاول وبعد كده هبدأ ان انا اعمل الجزء اللي هو بيلف عليها عشان تكون امتب معايا وفي نفس الوقت برضو التزيين بتاعها يكون شكله ريين هجيب قطعة كده من الجبير الابيض هلزاها من فوق وهبدأ بقى اثبت القعدة بتاعتي هبدأ ان انا احط شامع كويس جدا في الدائرة بتاعت البلاستيك وفي نفس الوقت نفس الكلام هحطه في اللمبة بس هحط كمية كويسة ولازم المسدس ما يكونش سخن قوي علشان البلاستيك اللي تحت ده ما يسحش بلاستيك اللمبة الليد بيكون كويس لكن البلاستيك بتاع البيبسي بيسيح بسرعة فلازم تكون درجة الحرارة متوسطة بعد كده هبدأ بقى ان انا الزا على الجزء اللي من تحت ده كده الدليات اللي هي بتاعت رمضان دي علشان يديني كده شكله وبهجة ايه الحاجة بتاعت رمضان بس ما يكونش الفنوس التقليدي بصوا شكله حلو قوي بس نركب بقى وحدة الصوت والإضاءة وبعد كده هنبدأ ان احنا مش محتاجين يعني هي مجرد ما هندخلها في مكان الفتحة بالضبط هتثبت معي اهم شي ان اولاها كده علشان تكون معي زي ما انتم شايفين كده فنوس شكله حلو جدا مش تقليدي خالص زي العادة ينفع ديكور حلو جدا اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بعليا باللايك والشير وسبسكرايب لو لسه اول مرة بتباني انزل فعل الاشتراك متشاكل جدا منيكم للمتابعة ومع السلامة